بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا الدرس البسيط أحببت أن أقوم بشرح لكم طريقة حدف جميع الدرداشات بنقرة زر واحدة أو كما يسميه البعض دفعة واحدة وأظن أن عدة أشخاص يبحثون على حل لهذا المشكل وهذا المشكل يصيبني في بعض الأحيان أنا شخصيا بالملل ويتطلب مني الوقت ففي كل مرة أتجه إلى جروب ما فأقوم بحدف محتواه بالكامل ثم أتجه إلى جروب آخر وأحدف محتواه كذلك بالكامل وإلى غير ذلك فالأمر كما قلت لكم يصيبني ببعض الملل فقمت بالبحث كثيرا فوجدت حلا لهذا المشكل وهذا المشكل يتسبب كذلك في بطأ وتقل الهاتف مزيدا من التفاصيل وإلى الشرح قبل شرح العملية أوصيك قبل فعل أي شيء فهذه الخاصية تقوم بحدف أي شيء موجود على تطبيق الواتساب سواء صوتيات أو صور أو مقاطع فيديو أو مستندات أو إلى غير ذلك فيصبح حينها كأنك قمت بتنصيب تطبيق الواتساب لأول مرة مفهوم قم بتخزين الأشياء المهمة والتي تحتاجها على تطبيق جوجل درايف ستتمكن من استعادتها حال فقدانها نبدأ على بركة الله أنا على سبيل المثال سوف أقوم بالتجريب على تطبيق بواتساب للأعمال لأني لا أريد محتوى بالكامل بعد ظهور لنا هذه الواجهة وكما ترون أنا لدي عدة جروبات هنا وعدة دردشات مع الأصدقاء على سبيل المثال هذا الجروب نطلع على محتواه سأجد فيه عدة مقاطع فيديو وصوتيات وصور أنا الآن لا أريد محتواها ولا أريد محتوى أي شيء موجود على هذا التطبيق يعني تطبيق واتساب للأعمال سأقوم بحث جميع ما يوجد عليه سواء كما قلت في السابق سواء دردشات مع الأصدقاء أو دردشات على جروبات سواء صوتيات أو إلى غير ذلك نتجه إلى هذه الثلاث النقاط الموجودة في الأعلى على اليسار أما إن كان هاتفك باللغة الفرنسية ستجدها على اليمين نقوم بالضغط عليها ثم ننزل إلى الأسفل حتى نجد خيار مكتوب عليه الإعدادات نقوم بالضغط عليه ثم أبحث على خيار مكتوب عليه الدردشات أقوم بالضغط عليه ثم أنزل إلى الأسفل حتى أجد خيار مكتوب عليه سجيل الدردشة أقوم بالضغط عليه سوف تظهر معي عدة خيارات سوف أختار اختيارا واحدا من هذه الأربع الاختيارات وهو حدف جميع الدردشات وهو آخر خيار أقوم بالضغط عليه بعد الضغط على حدف جميع الدردشات سوف يظهر معنا خيار مكتوب عليه هل تريد حقا حدف جميع الدردشات بما فيها من رسائل أقوم بالتأشير على هذا الخيار إن كان غير مفاعل أقوم بتفعيله الآن عندما يصبح لونه باللون الأخضر يعني أصبح مفعلا ثم نقوم بالضغط على حدف لقد تمت العملية بنجاح نقوم بالرجوع إلى الوراء عبر الضغط على هذا الزر أو الزر الموجود على الهاتف ثم أقوم بالرجوع مرة أخرى ثم أقوم بالرجوع مرة أخرى ثم أتجه إلى الغروبات أو الدردشات مع الأصدقاء لا أجد شيئا لا أجد شيئا لقد تم حدف جميع الدردشات وحدف جميع الصور وحدف جميع الفيديوهات يعني تم حدف كل شيء أرجو من الله بأني قد وفقت في هذا الشرح البسيط وألقاكم في درس آخر قادم بإذن الله جزاكم الله عني خيرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة